اشتركوا في القناة 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 معلقة كبيرة من السكر معلقتين كبار من لبن البودرة او كيس صغير معي ربع كوباية من الزيت كوباية من الزبادي تكون منها يعني مش من التلاجة بدرجة حارة المطبخ طبعا تقدروا تستخدم زيت زتون او زيت دورة انا انا مستخدم زيت عادي وما طبعا احتاج مياه دفل العجين العجين ادي حلوة جدا ما بغيرش فيها اي حاجة بتطلع معي دايما مزبوطة هبدأ كده اضيف الملح على الدقيق وهضيف الزعتر وزي ما اقتلك بدي طعم حلو العجين ولو مش حابة اضيفه خلاص هضيف بقى كس الخميرة ومعيه معلقتين كبار من حليب البودرة او كس حليب بودرة من صغير معلقة كبيرة من السكر وهنزل بقى عليه كده الزيت وهنزل على الزبات يقلبهم بس كده الاول تقلبها مع بعض ويعني الزباتي زي ما قلتلك تكون مخرجة بالتلاجة قبلها بشوية هدين بقى تقلبة كده كويسة وبعد كده بقى اضيف عليهم الزيت هنزل بقى الزيت وزي ما قلتلك تقدر استخدام زيت زتون بيباحلو جدا برضو في الوصفة وهضيف علي بقى قلبة الزباتي هدين بقى المكونات كده تقلبة كده مع بعض وبعد كده هنبدأ بقى نعجن بمية دافية تقدر تستخدمي في العجين حليب دافية ومية بس طبعا هيفضل المية دافية بس مش شرط حليب يعني قلبة كده كويس ونبدأ نعجن طبعا لو عنديك عجان هيبقى طبعا أفضل لان طبعا العجينة دي هتحتاج من هنا عجين كتير عشان تطلع معاك حلوة جدا هتحتاج ان هي تتعجن معانا وقت طويل فلو عنديك عجان هتبدأ تشتغلي فيه وكده ان شاء الله هتطلع العجينة جميلة جدا المية بقى نبدأ نضيفها كده بالتدريج ونقلب لغاية ما نشوف العجينة هتحتاج معانا قدية هنا بابدأ اضيف برضو المية زي ما انت شايفين ان هنا بس حبيت اصارها الفيديو عشان نوريكم الخطوات كلها تشوفوها معايا واحدة واحدة كده ومبقاش الفيديو طويل عليكم بضيف كده المية بالتدريج زي ما انت شايفها كده شوية بشوية وطبعا بصوا عايز اوريكم العجينة لازم تبقى طرية كده في قدية هي اخدت معايا تلات كبايات الا ربا او الا شوية يعني من المية ممكن تاخد معاك يا قلق او اكتر بصوا العجينة في قدية ملزقة خالصة هي زي ما انت شايفها هبدأ كده ان انا لماها كده في قدية زي ما بنعملها في العجين بالزبط لغاية كده ما الطبق يبقى نظيف معايا بصوا زي ما انت شايفة كده العجينة زي ما ورتها لك طرية خالص في قدية في المرحلة دي او اتزاودي دقيق العجينة هتبوز منك بتفضل تعجيني فيها كده حبة بحبة لغاية ما هي هتلم معاك واحدة واحدة بصوا زي ما انت شايفة كده انا ورتها لكو يا طرية خالص وملزقة وانا اشتغل اهو زي ما انت شايفين كده بلم فيها زي ما بنعملها في العجين بالزبط لغاية كده ما تلم كلها مع بعض والطبق بتاعي بقى نظيف خالص هبدأ بقى كده ان انا نزلها على رخامة وكمل عجن فيها هضيف كده رشة من الجيء صغيرة خالص وهبدأ بقى ان انا عجن العجينة كويس طبعا زي ما قلتلك هتعجينيها لو عندك عجينة هتعجينيها ايه ربع ساعة لما عندكش هنشتغل كده على قدينة برضو حوالي عشر دقيقة او ربع ساعة عشان تطلع معايا العجينة مظبوطة اهم حاجة هي الخطوة دي ان انت تعجيني العجينة كويس جدا زي ما ورتها لك كالطرية هبصوا هتلمي معايا وتبقى جميلة جدا بلاشت زودي دقيق على العجينة لو هي ملزقة ما تزوديش انا ورتكو طبعا الكون بتاعها بيبقى عامل ازاي هفضل بقى عجن فيها كده وبعد كده هوريكو شكلها يبقى عامل ازاي هتعجيني فيها مش اقل من ربع ساعة او عشر دقيقة او ربع ساعة من غاية كده متحس العجينة بتاعتك كده بقتطرية معاك وجميل وهوريكو شكلها طبعا بعد ما خلص خلص كده انا عجنتها للمدة ربع ساعة بصوا العجينة بيت عامل ازاي معايا بقت ملسة جدا وجميلة بصوا العجينة كوما عامل ازاي ما شو الله جميلة جدا بصوا اعيز هوريكو بصوا قدقين عام وطرية حلوة جدا هبدأ بقى نضهين الطبق بتاعي كده من نقطة زيت وانا هبدأ بقى احط في العجين عطيتها بقى في الطبق دهنة نقطة زيت كده وحطيتها بعد كده هبدأ بقى غطيها واسيبها بقى تخمر طبعا لو جوا حرة تاخد معاك نص ساعة لو عجناه وجوا ساعة ممكن تاخد معاك ساعة هغطيها كده بكيس وبفوتة واسيبها بقى ايه لغاية ما تخمر معايا بصوا ما شو الله العجينة خلاص خملت معايا هي بايت كميلة جدا هبدأ بقى ننزل التخمير بتاعها كده بالراحة واحدة واحدة هنزل بقى التخمير بتاعها كده ونبدأ بقى ان احنا نشتغل فيه ابدأ بقى ان انا نقسم العجينة انا هنا هعمل اتنين كبار وهعمل واحدة كبيرة اول اللي هي صنية مقصة 40 جامبو يعني تقدري طبعا تقسم العجينة زي ما انت عايزة تعملي ستة بزاية تعملي تمانية هلا حسب حجم البيتزا اللي انت هتعمليها وطبعا تقدري لو في عجينة تبقت معاك تشيليها في الفريزة لما فيش مشكلة بتطلقها تفك وتشتغلي بيها يعني زي ما انت عايزة بتطلع معاك حلوة برضو يعني هنا كده اسمتها واحدة كبيرة وتنين صغيرين وهبدأ بقى ان انا كده اسيبهم على جنب وابدأ اشتغل في واحدة واحدة جبتي كده اول واحدة بقى وانا هابدأ افريدها كده الاول بايدايا وبعد كده بقى اجيب بقى المردانة بتاعتي كده وابدأ انا نفرد بها يعني ايه بالراحة خلصة هافريدها دلوقت شاورك السمك العجينة بيبقى عامل ازاي حطيت بقى رشة نيديه كده وهبدأ بقى انا نفرد في العجينة كده واحاول على قد مقدر ان هي تاخد معي شكل مدور كده زي ما انت شايف واحدة واحدة كده وهبدأ انا نفرد فيها خلاص فردتها بص السمك بعينها عامل ازاي ما بتبقى شتخينة اول الفيعة يعني السمك بتاعها بيبقى معقول حطيتها بقى في الصينية وهبدأ بايدايا كده ان انا ايه اسبتها كده في الصينية وفردها بحيس تاخد كلها ايه نفس السمك بعد كده بقى خرامة بالشوكا كويس عشان تبقى ما ترفعش معيها في الفرن خرامة بقى كويس كده بالشوكا هجيب بقى الحشو كده هبدأ انا نضيف الصلصة كده وفرد عليها بالفرشة هوزع الصلصة عليها كده كلها الحشو بقى طبعا زي ما تحبي انا هنا الولاد طلبوها مني ميكس كده الحوم ضيفت كده تماطم متقطع والتماطم دي ببقى شايلة منها البزر خالص والمية ومعايا كده برضو فلفل اخدر ما قطعوه زي ما قلتلك الحشو تقدر تضيفي اي حاجة فيها يعني ممكن تعمليها اخدر وجبنا بس انا هنا ضيفة كده لحم مفرومة دي كانت متعصاجة عندي هضيف كده شوية منها وشوية من البسترمة وشوية من السوسيس بس السوسيس ده طبعا يعني سويته حطيته في مياه مغلية كده وبعد كده قطعته يعني لو هضيفي اي سجوء او فراخ او كده تكون مسويها طبعا البستر مفيش مشكلة الحاجات اللي هي بتبقى مدخنة دي عادي بدي فيها زي ما هي دفت بقى كده شوية من الزتون زي ما قلتلك الحشو اختيار يا دخالها على فرن سخنة جدا واكون منزل الشبكة قريبة من تحت خلص من الفرن بتاخد مياه عشر دايق او ربع ساعة قبل ما ضيف الجبنة تستوي كده الاول هنا بقى بقولي كده انا عملت الاتنين التانيين بصوا دي ماشوا الله مقاسة كبير جدا دي سينية مقاسة ربعين وجهزت برضو التانية بصوا انا احطالكو كده عشان نشوفوا مقاسة كبير قد ايه وجهزت كده الصينية التانية معايا وتبقى كمان جزء من العجينة شلتو في الفريزر هبقى اعمله مرة تانية كده البتزة بعد ما بدأت استوت معايا خالص نشفت من فوق كده ومن تحت خالص استوت هبدأ بعد ما نضيف الجبنة عليها انا هنا معايا جبنة ميكس وممكن جبنة مزارلة مفيش مشكلة اي نوع جبنة هتضيفيه في الخطوة دي بعد ما بضيف الجبنة بدخلها تحت الشواية بتاخد خمس زائق بس كده معايا يدوبك كده مجرد ما الجبنة تسيح وتاخد لون خفيف قوي كده معايا بابدأ لانا اخرجها يعني بتسويها الاول من تحت وعلى درجة حرارة وتكون مقربة كده للشبكة من تحت وبعد ما بتستوي بتخرجها تضيف الجبنة وتدخلها تحت الشواية خلاص كده البتزة استوت معايا بصوا ما شاء الله شكلها عاملت ازاي تحفة جدا وجميلة ما شاء الله جميلة بقاش لون يعني يدوبك كده خدت لون خفيف كده من فوق وتجبنا معايا ساحت بقيت جهزة معايا ما شاء الله حلوة جدا وتحفة جربوها بالعجنة دي زي ما قلتلكم وقربها بنفس الخطوات ان شاء الله تعجبكو جدا وان شاء الله عطي دولي جربوها وكتبوا لي في التعليقات ياريت كده تكتبوا ليكم منت حلو كده للفيديو عجبكو متنسونيش بقى باللايك وان شاء الله تشيركو في القانون كده لو كانوا عجبتكو وتفعلوا الجرس عشان وصفتي تصلكو اول باول والسلام عليكم ورحمة الله بركاته